ان الدنيا ربنا صبحانه وتعالى قضى وقدر ان دي دار بلاء ان دي دار امتحان ان دي مش دار استمتاع واي متعة في الدنيا متعة ناقصة مكدر مش طبيعية لان دي الدنيا ربنا صبحانه وتعالى قال وان الدار الاخرة لا هي الحيوان هي دي الحيوان فالدار الدنيا حتى وان كان المتعة حلال المتعة حلال في الدنيا ولكن المتع الكاملة المتع الكاملة موجودة في الجنة طيب يعني عندنا في علاقاتنا في بيوتنا لما بيحصل مشاكل لازم نقول إن رقم واحد ده طبيعي يعني إيه طبيعي؟ يعني أي حد بيمشي كتير بيحصل له احتكاك وبيحصل تسلخات كذلك أي احتكاك زيادة بيحصل تسلخات فأي احتكاك بين اتنين أي احتكاك بين اتنين لازم يحصل مشاكل إذا كان الإنسان ونفسه أنت ونفسك بينكم صراع يومي ما بينتهيش ما بينتهيش فيه اتنين بيصرعوا بعض ما بقى لك بقى أنت وزوجتك أنت وزوجك يستحيل أن نمر علينا فترة ما يحصلش مشاكل يستحيل؟ آه يستحيل لأن دي طباع مختلفة شخصيات مختلفة موروث مختلف مستوى تعليمي مختلف مستوى ديني والتزام مختلف وبالتالي آلية حل المشاكل هتبقى مختلفة لأن كل واحد بيصدر عن موروث معين موروث تربوي موروث ديني فكل واحد له زاوية للحل وبالتالي لازم يحصل صدام الفكرة بقى أن لما يحدث الصدام ايه هنا آلية الحل؟ لابد أن نضع قواعد لهذا الصدام يعني ايه؟ ناخد مثال بسيط كده السيدة عائشة أم المؤمنين كانت زاوز النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أبر قلب وأرشد عقل وأصبر نفس وأذكى مخلوق اجتماعيا وحدثت بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام مشكلات مش مشكلة واحدة بس مشكلات كثر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها من ترضينا حكما؟ ترضي سيدنا أبو بكر؟ أترضينا أبو بكر؟ أبو بكر؟ قالت نعم فجي سيدنا أبو بكر علشان يحكم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السيدة عائشة وقعد في النص أول ما قعد السيدة عائشة بسط للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له قل ولا تقل إلا صدقا الكلمة دي طار فيها رقاب في الجزيرة العربي زيها كده زي الكلمة دي قتل من أجلها أناس ولكن السيدة عيشة هنا مش بتكلم النبي محمد بتكلم مين بتكلم زوجها بتقوله قول وما تزودش وما تنقص كلمة عظيمة واستعظمها أبو بكر سيدنا أبو بكر قام وهنا مش شايف النبي عليه الصلاة والسلام جوز بنته شايفوا مين شايفوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قام وقال لها أتقولين للرسول الله للرسول الله هكذا وقام ليصفعها فاحتمت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما لهذا دعوناك طيب يبقى أم المؤمنين أم المؤمنين عائشة وحفصة وصفية وزينب حصل منهم كده انت حضرك بقى متزوج مين